بسم الله الرحمن الرحيم هذا شرق بسيط البرنامج المشابه برنامج الموبي ميكر هو برنامج لازم تحميل يعني مو جزي الموبي ميكر موجود طبعا أنا عرفت الطريقة من الدورة اللي صارت بالكلية من الطالبة شهد طبعا هذه واجهة البرنامج وهذا طبعا بعد الترجمة أول حاجة أسهل طريقة للبرنامج أن أحمل الفيديو بعد ما أحمل الفيديو زي هنا الفيديو أحمل الفيديو بعد ما أسمع كل الحكي اللي صار بعد ما أسمع كل الحكي أكتب الأكتبة بمستند قبل الترجمة طبعا أحسكي بأفضل تقدرين أنت ترجمين بسرعة عادي طبعا هنا قسمت من الجمل بأنتر وحطيت هنا اسم من عندي مثلا ثام وبعد الاسم على طول أحط أي رمز مثلا هذا بيساعدني أن أقسم الجمل بشكل مرتب بعد ما أفتحها بالبرنامج مثل كلا فتح باستخدام إجيسا طبعا هنا راح يقولك إيش الرمز اللي استخدمتين للممثل طبعا أنا عندي طبعا ممثل واحد فحط موافقة تظهر الجمل بشكل مرتب طبعا هذا الكلام الوحدة لما أبغى أجي أترجمي أن أفتح الفيديو بالنفس البرنامج أو أقدر أخلي الوحدة طبعا من هنا من هنا أتحكم بالبداية والنهاية من هنا فوق بالوقت هنا مدة الوقت هنا بالخاط أقدر أتحكم بالخاط مثلا أغير اللون الشكل أخليه مثلا فوق شوي مثل هنا لما يكون عندي حكي زي هنا هنا طلع لي حكي هنا فأقدر أتحكم في الخاط من من هنا طبعا طبعا أقدر مثل ما قلت أفتح الفيديو من هنا فتح فيديو أو أقدر أترجم عادي بدون الفيديو وبعد كده أدمر بس أبدأ أترجم عادي بالعربي بالعربي مثلا اليوم سأتحدث عن كده وكده طبعا بعد ما أخلص من الترجمة أسوي هنا أنا سايل من هنا طبعا أنا حملت الواجهة العربية هي في واجهة بالإنجليش لكن أنا اشتغلت على العربي من بداية الدورة هنا أحب الترجمات وبكده أحفظ الترجمة بأي مكان أبغى طبعا بعد ما أخلص بس راح تكون الترجمة مفصلة عن الفيديو أنا أقدر أدمجهم في برنامج اسمه MKB هو جدا سهل أنه يدمج لي الفيلم مع الترجمة نضيف الترجمة والفيديو ونروح للانجوج ونحط عربي لو ترجمناه من الإنجليش العربي وبس نحط بأيس عند مكان فورست تراك فلاي ونختار مكان الحفظ بس إن شاء الله يكون الشرح واضح